السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله اليوم في هاي في هات الفيديو راح نشرح درس الثاني من الوحدة الثانية اللي هو إذن الدرس راح يكون إذن هو لسن يوماريكال إكسيبريشنز ليو بيج فور هاندرد ثيرتي فائف اوكي إذن أنا عشان أحل أي إكسيبريشن عندي هون للرياضيات عندي أولويات لازم أتبعها هاي الأولويات هصر بحين نكتبها ونتعرف عليها أول بأول من خلال الأمثلة والشعر إن شاء الله إذن إذن الوردر أوف أوبيريشنز إذن ون اللي هي أول عملية بتكون عندي أول خطوة اللي هي البرانثيسيز اللي هي الأقواص الثانية عملية بتكون عندي الأكس الأكسبونت أو من سميها إحنا البور اللي هي تتكون لما يكون عهض الشكل بيس هون اكسبونت فور اكسامبل ثري باور ناين سبن باور ايت مثلا ون هاندرد باور تو الى آخرين على هذا الفور ثري كون عندي المالتي بليكيشن ان الديفجين اللي هي عملية الضرب والقسمة رابع شي تكون عندي الاديشن ان ان السبتراكشن اللي هي عملية للجمع عملية الطرح إذن هاي الأولويات إذن أنا أول شي بكون عندي الأقواص بعدين الاكسبونت اللي هو البور بعدين المالتيبلاي والديفجين بعدين الاديشن والسبتراكشن فاحنا في قاعدة هاذا الاشي ناخذ اول حرف من كل ايوان اول كلمة ايو هون مولتيبليكيشن والديفجين اديشن سبتراكشن من جمع حيني بكلمة بتصير عندي اسمها اذن بم بم داس رول اذن هاي بم داس رول ما تسميها دائما الحل اذا تساوت عندي فور اكسامبل مثلا مولتيبليكيشن او ديفجين كان عندي اكثر من اشي اكثر من تيرم مولتيبليكيشن او ديفجين دائما الشغل بيكون منبلش الورك الحل الحل from left to right اذا دائما الحل بيبلش من اليسار الى اليمين هسا مع الاكزامبل نوضح كل شي اذا اكزامبل او اقفال حلطي ايوه اقفال ايمين الامر مالتيبلاي فايف ماينس ثري بلاس دو مالتيبلاي فور منيجي من هل اول خطوة اول شي منيجي عنا حكينا البولويات للاقواس ما عندي برانتيسس ما عندي اقواس الثاني اللي هو البار عندي بار ما عندي بار ثالث شي مولتيبليكاشن او عندي مولتيبليكاشن او عندي منبلش من الشمال حكينا اذاً هاي حدان بناتن ضرب اذاً نيجي نحكي اذاً هو عبارة عن ففتي منزل هاي زي ما هو بلاس اذا تو ملتيبلاي فور هو ايه اذا ايكل اذا انا ايكل اذا 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 ما عندي ولا اذا اذا ننتقل او سبتراكشن ننبلش دائما حكينا من الشمال اذا اذا هي عبارة عن ومننزل هاي إذن بلاس 8 إذن 47 بلاس 8 إيقوال 55 مثال نمبر 2 9 بلاس 4 تكعيب ملتبلاي 20 minus 8 plus 7 أول شي حكينا الأولويات بتكون الأقواص اللي جهي القوس أنا عندي 20 نقص 8 اللي هو ننزل باقي أجزاء المعادلة مثل ما هي إذن هنا تكعيب ملتبلاي ننزلها هي ناتج القوس divide 2 plus 7 إذن منيجي بعد البرافيسيز حكينا هاي منيجي للإكسبونت أو البور منيجي هاي أنا عندي البور إذن هو عبارة عن 4 تكعيب إذن 4 باور 3 إذن هي عبارة عن 4 ملتبلاي 4 ملتبلاي 4 4 ملتبلاي 4 الباقي أجزاء المعادلة إذن 9 بلاس هاي ناتج هاي ملتبلاي 12 ديفايد 2 بلاس 7 إذن أخلصنا إحنا هنا من البور منيجي للبعدها اللي هي بتكون عندي إما منبلش من اليسار إذن هاي أنا عندي تلاحظ أن هذا صار عندي الحال هاي بس أوجد ناتج بقسمه إذن فمنيجي نعمل أنه ملتبلاي 12 equal to multiply 4 8 2 multiply 6 12 إذن صنع بالسكن دجت بنحط 0 1 multiply 4 4 1 multiply 6 6 إذن addition 8 plus 0 8 2 plus 4 6 1 plus 6 7 إذن بطلع الجواب لهذا الترم إذن 768 وننزل باقي زي المعدن إذن 9 plus 1 divide 2 plus 7 نتجعل بعدها هاي أنا عندي قسمة إذن نوجد الناتج 768 divide 2 بطلع عند الجواب تستعمل long division بطلع عند الجواب 384 ننزل باقي تسالة معادلة إذن 9 plus ناتج plus 7 equal يساوي إذن 9 plus 384 يساوي 393 plus 7 equal 400 okay equal 300 393 plus 7 يساوي 400 200 okay ناخذ كمان example example 3 كان عندي افرض 25 multiply 5 minus 2 divide 5 minus 12 حكينا اول اشي الاولوي للاقواص نيجعل الاقواص 5 minus 2 هي عبارة عن 3 multiply 25 نرسلها زي ما هي وانا عندي divide 5 minus 12 نيجي بعدين حكينا multiplication او division هي انا عندي multiplication اذا 25 multiply 3 3 multiply 5 15 اذا 5 1 3 multiply 2 6 plus 1 7 اذا 75 اذا divide 5 ننزل هن minus 12 اوكي اذا مرد نقص اذا 75 divide 5 اذا هاي 75 divide 5 7 divide 5 1 5 5 5 هي عبارة عن 5 7 subtract 5 هي عبارة عن 2 5 تنزل 25 divide 5 هي عبارة عن 5 5 multiply 5 25 subtract 0 اذا بطلع الجواب 15 اذا 15 منزل هاي زي ما هي اذا minus 12 اذا 15 minus 12 equal 3 اذا question number 4 اذا 24 divide 2 power 3 plus 4 plus 2 multiply 4 5 اذا 2 power 3 هي عبارة عن اوش نبلش بالاقوات 2 power 3 هي عبارة عن 2 multiply 2 multiply 2 وتساوي تساوي 2 multiply 2 4 multiply 2 وتساوي 5 فهون بدو يطلع الجواب هي عبارة عن 8 plus 4 ننزل بقية زي المعادلة 24 divide انا عندي plus 2 multiply 4 فهون لسا انا عندي cost 8 plus 2 plus 4 هي 12 برضو نكمل بقية زي المعادلة 24 divide 12 plus 2 multiply 4 حكينا بعد exponent بعد exponent ما عند exponent بعدين multiplication و division مبلش من الشمال اذا هاي هاي حدين هاي حدين بين اذا اذا 24 divide 12 equal 2 يعني عدد بضربه 24 ليه 2 اذا plus نزل ها ما عملنا عليها شي 2 multiply 4 هي عبارة عن 8 equal 2 plus 8 هي عبارة عن 10 اذا question number 5 5 plus 8 8 or 2 minus 2 multiply 2 minus 6 divide 3 اذا حكينا اول شيء لوي الى الاقوى سي انا عندي قوس عندي 8 power 2 اذا هو عبارة عن 8 multiply 8 وتساوي 64 اذا هون القوس يطلع 64 minus 2 من نزل باقي المعال اذا 5 plus انا عندي multiply 2 minus 6 divide 3 اذا لسه انا عندي قوس 64 minus 2 هي عبارة عن 62 اذا multiply 2 minus 6 divide 3 اذا اذا خلصنا من ال الاقواص خلصنا من ما عندي power اذا منبلش بال multiplication or division منشوف شو عندي من الشمال اذا هاي حدين بين انشارة ضرب وحد بين انشارة قسمة نجي نحكي 62 اذا هاي 62 multiply 2 equal to multiply 2 6 12 اذا بطلع جواب عدد بطرب ثلاثة بعطين الستة اللي هو اوكي هاي انا عندي الناقص وهاي بنزلها زي ما هي اذا بصير عندي بصير منزلها زي ما هي بطلع عندي اوكي اذا هيك نكون شرحنا كل الاولويات لازم طالب يعتمد الاولويات هاي في حل اي سؤال لانه اذا خربط باي اولوية راح يطلع الجواب عنده خطأ اه ما اعتذر هنا شرحنا فتمنى انه من الطلاب انه يشوفوا هذا الفيديو واي اشي يش فاهمينه بيقدر يسألوني عنه بالصف ومع تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح السلام الله وبركاته